الاستناد للخدمات الاجتماعية ولا تحدث عن نظام عن المشاريع والمنافسات الحكومية بشكل عام الخدمات الاجتماعية لا ينفع لا ينفع لا ينفع أن تسند إلى القطاع الخاص بسهولة أو لسبب رئيسي القطاع الخاص ينظر إلى الخدمات أو المنتجات التي لديه بنظرة ربحية بحتة بينما القطاع غير الربحي ينظر إليها من منظور تنموي اجتماعي رعوي أيا كان مسمى ولكن ينظر لها من منظور خدمات تكاملية كيف اليوم لمن تسند مثلا واحدة من المشاريع الشريحة المستفيدة من هذا المشروع قد تكون الاسناد قد يكون خدمة مختلفة ولكن الشريحة فقيرة فيقدم لها نفس القطاع خدمات تكاملية لا يستطيع القطاع الخاص تنفيذها اليوم نتمنى أن التوجه يتوسع إن شاء الله بإذن الله في المملكة العربية السعودية اليوم هناك إدارة معنية في المركز الوطني من تنمية القطاع غير الربحي بالاسناد للخدمات الحكومية قامت بأدوار عظيمة وفي الطريق أيضا يعني مشاريع نوعية يقدموها الأخوان لكن نتمنى أن نوصل لبعض التجارب العالمية مثلا التجربة البريطانية التجربة البريطانية اليوم تتكلم نسبة الاسناد للقطاع غير الربحي في بريطانيا عام 2012 يعني قبل 10 سنوات نسبة 11 مليار بينما 2.6 مليار منح ففي قاب كبير يعني السناد أكبر من